اشتركوا في القناة واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح ينكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة 22.49 دقيقة من عصر يوم الأربعاء 22.12 لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر الآن موجود ما زال موعد بث الحلقة احنا من بث الحلقة ساعة 22 بتوقيت جرينيش عصرا القمر ما زال موجود في برج السرطان بعد 43 دقيقة من بث الحلقة يعني الساعة 22.43 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش بيبدأ خلو المسار طبعا خلو المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة 49.43 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي فترة خلو المسار لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بعدها القمر رح ينتقل لبرج الأسد ولكن في حدث إحنا ذكرناه يوم أمس برضو رح يتكرر ذكره اليوم لأنه رح موعده اللي هو انتقال الشمس من القوس للجدي الساعة 9.31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش طبعا في حلقة نزلت عن كل تفاصيل الانتقال لهذا وتأثيراته على الأبراج وأكثر الأبراج اللي رح تستفيد ومن الأبراج اللي لازم تحذر بفترة الشهر القادم وهذا يعني الانتقال بداية فصل الشتاء اللي هي مربعانية الشتاء أو اللي هو بداية فصل الشتاء طبعا كوكب الشمس أو نجم الشمس اللي بسموه على حسب مسميات بالعلوم هو زي ما حكينا أي ساعة بده ينتقل هو بنتقل ساعة 3.59 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش من برج القوس لبرج الجدي رح ينكث في برج الجدي لغاية يوم عشرين واحد في تمام الساعة 2.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بالنسبة للقوس هو بالنسبة للقمر هو اللي رح ينتقل ساعة 9.59 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش من برج السرطان لبرج الأسد طبعا اليوم ما رح نحكي عن أي ذكر لوجوده في برج السرطان رح نحكي عنه أنه هو باعتبار انتقل للأسد لأنه أغلبية اليوم رح يكون في برج الأسد فعشان هيك من الآن منبلش نشعر أنه الناس من حولنا في هاي الفترة صاروا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في زاوية تقريبا انتهت الآن في زوايا بطيئة ما زالت تأثيراتها موجودة مثل زاوية التزديس الإيجابية بين الشمس والمشتري واللي هاي مستمرة لغاية يوم 24-12 هي هاي الزاوية بتدفع بحضوظنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني أما بالنسبة للزاوية التي تليها من الزوايا البطيئة اللي هي زاوية الاقتران الممتزجة بين الزهرة وبين بلوتو واللي هاي مستمرة لغاية يوم 30-12 هي إيجابيتها لأنها ممتزجة بين الإيجابية والسلبية فالناس اللي علاقتهم ناجحة عاطفيا هدولا بتخلق لهم جوعا من السعادة من الناحية العاطفية أكثر وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها تتدعم وتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للعلاقات السلبية أو العلاقات الضعيفة فهاي بيدفعها للعنف وبيجعل مزاجنا عدواني وعصبيي المزاج بيخلينا وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وبانتهاءها بتسبب نوع من أنواع الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية التربيع السلبية اللي هي أكثر حدية والملموسة اللي هي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 13 واحد بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيام والعادات حتى بعض الأبناء بيتمردوا على أهاليهم في هاي الفترة يعني في نوع من أنواع التمرد على أي شيء طبيعي يعني بصير الجو مش طبيعي طبعا في هاي الفترة احتمال حوادث طبيعية أكيدة يعني أنه مش احتمالية بس لأنه في منها كثير أشياء حصلت مثل العواصف والزلازل وطائرات إشيء اللي علاقة بالطائرات والسكك الحديد وبرضو بتدل على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل هذا اليوم أول زاوية زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها الساعة 10 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي تأثيراتها من ساعات الفجر لغاية ساعات العصر تقريبا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية اللي بعديها أو التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي ذروتها الساعة 7 و27 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية منتصف الليل من واجه مصاعب عراقيل بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ وبيفتقر البعض للشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية هي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي برضو راح تكون ذروتها الساعة 47 و49 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات منتصف الليل ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتصير أكثر حساسية واللي لازم نوفر لها عناية إضافية بالفترة هاي اللي هي القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر الجانبين أو الجانبان باللغة يعني أصح طبعا هاي أكثر حساسية فلازم نوفر لها العناية اللازمة إذا شعرنا بأي شيء غير اعتياد فيها نراجع الطبيب لها ونأمن لها العلاج طبعا لا ينصح بإجراء عمليات جراحية لهاي الأعضاء خلال هذا اليوم باقي العمليات الجراحية يوصى بإجراء عمليات جراحية ما فيه أي مشاكل طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فما فيه أي مشاكل إذا شعرت ببعض الأعراض الجانبية مثل الألم أو الحرارة أو هيكل وهن حبتين بندول أو براستيمول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام وبرضو أنت هستمين أو هستمين للمضاد تحسس على أساس أنه مكان الجرعة إذا صار حمرار أو ألم فيه بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد رح يستقر في برج الأسد خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 24-12 بيبدأ في تمام الساعة 6-39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 8-24 دقيقة صباحا بأرضه بتوقيت جرينتش لينتقل القمر لبرج العذرة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 18 يوم في تمام الساعة 5-28 دقيقة مساءا بيصبح 19 يوم نسبة الإضاءة 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس بدها تنتقل للجدي طبعا رح تمكث فيه لغاية عشرين واحد سعيدة بنسبة 30% القمر في السرطان بده ينتقل للأسد طبعا هو بمثابة انتقل رح يمكث فيه برج الأسد لغاية يوم 24-12 هو اليوم منتحس بنسبة 25% عطارد في الجدي حتى يوم 2-1 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 0 المريخ في القوس حتى يوم 24-1 منتحس بنسبة 0 المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر انتقل الآن أو بننا نعتبر انه انتقل للبيت الخامس اللي هو لبرج الأسد اللي هو بيت الحظ وبيت العاطفة وبيت الأحبة فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وقضاء وقت ممتع معاهم هاي فترة مثمرة وإيجابية بتنجح في حملة لا ترويج لا شيء معين عشان هيك حاول انك تكون جريء في الطرح بتتصار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض ولكن تحذيري لأن القمر منتحس انه حاول انك تضبط عصبيتك ما في داعي للتحكم بالأحبة ما في داعي انك تفقد سيطرتك على نفسك حاول انك تكون مرن قدر الإمكان بدون أي انفعلات برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي حاول انك تتخلى عن مواقف يعني أو مواقفك المتحفظة اتجنب العمليات الجراحية إذا قدرت على هذا الشيء إلا إذا كان أمر اضطراري حاول انك تأخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك إن شعرت بشيء غير اعتيادي طبعا القمر لما بكون في البيت الرابع يعني تربيع مع برجك وهذا الشيء بيعمل نوع من أنواع التوتر العصبي أو مشاكل عائلية أو اهتمامات عائلية أكثر فحاول ضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن تهتم بأي أمر إلو علاقة بالبيت والعائلة بشكل منطقي وعقلاني برج الجوزة طبعا القمر انتقل للبيت الثالث وهو بيت حليف لا إلك وهذا بيت الاتصالات والتنقلات فعشان هيك اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة أو في أداء واجب أو مثلا بأمور العلاقة بالتجارة اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم جيد ولكن يفضل لأن القمر منتحس إنه ما يعتمد كثير على الحضوظ بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار الفترة هاي يحافل بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط إنك تتحلها بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بدون عصبية وبدون حدية فبتكثر عندك الزيارات والتنقلات حاول قدر الإمكان برضو تنتبه أثناء تنقلاتك من الإصابات برج السرطان القمر استقر في البيت الثاني لإلك اللي هو بيت المال فعشان هيك اليوم بفتح لك مجال لمكسب مالي ولكن بيجي عادة من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة طبعا برضو هذا بفتح مجال لاسترداد أموال أو للهدايا أو لنوع من أنواع الدعم أو الاهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالفوترة يعني فواتير واستحقاقات فممكن تعالج استحقاق مالي أهم إش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول إنك تدقق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن عندك المعنويات أكيد رح تتحسن هي ورح يكون التحسن بشكل ملحوظ برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقها عشان هيك اليوم بتحس إنه نشاطك رجع لك أحسن من الأيام الماضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي بتقدر اليوم توضح وجهة نظرك بتقدر تهتم برضو بمظهرك بتشعر بالحماس الفائضة وبتنشغل بوضع حجر الأساس لمشروع جديد أو لفكرة جديدة لأنك اليوم أنت بتمتلك أفكار باهرة وحلول مذهلة اليوم رح تبدأ صفحة جديدة في حياتك وخصوصاً إنه القمر الآن رح يتنقل في البيوت الأولى وهي بيوت داعمة لإلك بشكل كبير فحاول إنك تستغل هاي الفترة بشكل قوي برج العذراء طبعاً القمر الآن انتقل إننا نعتبر أصار في بيت المتاعد فعشان هيك اليوم بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود وخصوصاً أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير لأنه اليوم حديتك عالية وعصبيتك موجودة وردات فعلك ما بينحذر عليها فعشان هيك بدك تحاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك حاول إنك تبتعد عن الضجيج والصخب وحاول إنك ما تحسم قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخذلك الحظ طبعاً هاي الفترة رح تدوم لغاية قريباً نحكي صباح يوم الجمعة فعشان هيك بدك تحاول إنك تكون روتيني في أداء أعمالك برج الميزان بتنشطوا اجتماعياً اليوم وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع اليوم بسرعة خاطر وسرعة بديها عالي جداً ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى الأمور السياسية طبعاً وبتعرف اليوم الأجواء لقاءات داعملة إلك أهم شيء إنك ما تماطل بأعمالك بل تشجع على العمل الجماعي وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه إنه ما تحاول تفرض سلطتك أو سيطرتك على أصدقائك لأنه هذا الشيء ممكن يخلق لك بعض المشاكل وتخسر ما يعني بالوضع العام وما رح تكسب فعشان هيك لازم تكون مرن برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء إنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعاً القمر موجود في بيت السمعة الآن فعشان هيك الجو ما بيتحمل مغامرات بدك تحاول قدر الإمكان إنك أنت تضبط أعصابك لا تجازف لا تغامر لا تشوه سمعتك يعني بمعنى آخر بدك تكون حذر ودقيق إذا التزمت بهاي الإرشادات معناته اليوم هذا رح يكون مميز ورح تحصل منه شيء يعزز ويدعم سمعتك أكثر فأكثر برج القوس القمر الآن صار في بيت حليف لإلك وهو البيت التاسع يعني هاي فترة مميزة واستثنائية فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو أمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق إلها علاقة بالدوائر الحكومية أو القضايا القضائية ممكن اليوم تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا الأجواء داعم لإلك لكل الأمور اللي ذكرناها في منكم أشخاص ممكن يسافروا في رحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوي مهمة ممكن تهتم بهواية جديدة حيويتك يعني جيدة جدا وبتكون متحمس لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع محيطك برج الجديد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع بيتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوي اللي أنت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحانات يعني شوي كانت صعبة بالفترة الماضية أهم شيء أنك تعالج الشؤون العائلية والمهمة بشكل منطقي وعقلاني أهم شيء برضو أنك أنت ما تتسرع بالأمور المالية هاي أموال مشتركة يعني الأموال اللي ما بتعود لك لحالك أو بكون معك شريك مثل ميراث مثل تركة الديون لإلك أو أموال الزوج أو أموال بتيجي لبنك أو شغلات زي هيك فحاول قدر الإمكان أنك ما تتعجل في الأمور برج الدلو طبعا القمر صار مقابلك تماما فعشان هيك بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم سواء العاطفية أو المالية طبعا العاطفية يعني مع أي شيء بعلاقة مع شخص آخر فيها ارتباط رسمي هذا يوم مناسب للقيام بعمل وطلب تعاون من طرف ثاني يعني حاول أنك تحاذر من الخلافات وما تضخم الأمور لأن القمر لما بيكون مقابلك طرقتك بتكون ضعيفة وبتظهر لك أعداء هم بالواقع موجودين مش مخفيين فبتبدو مرهف الإحساس ومتوتر وهذا الشيء بسبب لك قلق حادر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وممكن تثير النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك فعشان هيك بدك تكون مرن وهادئ الأعصاب برج الحوت طبعا القمر انتقل الآن وصار في البيت السادس لا إلك فعشان هيك بدك تنتبه من إنه العمل يتراكم عندكم لأنه في هاي المرحلة العمل بتراكم تدريجيا وبرضه بتلاقي حالك مسؤول عن أكثر من عمل في نفس الوقت لا تعمل بأكثر من عمل في نفس الوقت حاول أنك تجزئ أعمالك المهم فالأهم أنجزوا فقط ما بوسعكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم عاولوا أنكما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية وحاول أنك تكون دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك ولمعنوياتك يعني أهم إشي تنتبه لعملك وتنتبه لصحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر